موسيقى يو سلام فاميلا أنا مرحب بكم فيديو جديد مع أخوكم جمال ألفا أيها الطيبون أو الطيبات مرحب بكم مع صاحب أحسن قناة مغربي في العالم باي باي هذه ليست سلوية وشنوية؟ دو بيرمان اليوم أراني ضيف جريدة أشواقع جوا عندي الدار هجموا عليا المهم اليوم غاليت تعرفوا أشي أسرار على جمال ألفا بايبي شنو كيبغيش شنو ما كيبغيش الخاف على نوالي فاضيحة جمال ألفا المهم اللي سمعتوه راه صحيح شكرا الله الواطن الملك الله الواطن الملك سيدنا ويسرم هادي الموسم ديل سيبين خير مالي وكوش الله يحفظهم يطمنهم هادي شوك الكلمة لا الله ينقشكم من طريقكم بغيت الله والواطن والملك يكون معنا إن شاء الله والله يصبح لنا كلهم يا بدك زوات السلامة ومشو السلامة وروحوا لعي وليم السلامة الله الواطن اه 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 وووووووووووووه ناري بزاف ناري بزاف قصة الزعبولو انت تغضى بي حسن ياه 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 لا انا انا بجدو ببا الله ماذا يجعوني بغينا سيدنا بغينا يحلق معينا الله يساهم حضور درو يرزقي عليمة هان شوش حمشوك هان الله الوطان المليك سلطايا فينا ها نشدو هاد الحاج مش خلطني برايخ اقولك كانت عندي حالوس دو يا خوتي كيلولي كيلولي رزقي مقامل شكوش خمسة هيا تاكلوا صعبي الزعبول بالشوك ديالو الناس ياكلوك فرزقك اول حاجة شكرا لكم بزاف الاستضافة ديالي في البرنامج ديالكم جمال اسم ديالي حقيقي جمال عزمي جمال الفا هو واحد اليوتيوبر مغربي ستوالي ستوالي وعشرين سانة كنت نصوف فيديوهات في اليوتيب فيديوهات متنوعة جمال الفا كانت البداية ديالي كنت كن ناهدر على العلاقات والنصائح المهم انا الكنية ديالي عزمي كتب دب ا كنت قلبت على شيء حاجة تكون قريبة لقيت واحد اليوتيوبر معروف مستر الفا عجباتني ذلك الفا قلبت على الشرح لقيت الفا في اللغة العربية التأليف مبيل القلوب وكان هذا الهدف ديالي ولقيت انها الفا هي حالة دماغية تجعل الواحد يسترخي يسترخي في اليوتيب جاءتني بعض المشاكل كنت نبيع ونشريك كنت تعمل مع سياد وقعت في مشاكل كثيرة ونتدخل في الموقف الليل كنت تفرج وقدم نصائح بطريقة لم أعجباتني ذلك السيناقص قلت انا انقدر نصور حسن من هذا انقدر شيئا مزيان جربت بديت كنت نفعل فيديوهات وصبح الله القناة تكبرت يعني في ضرف ثانتين 800 الف أبوني الحمدولله 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 انا براسي لحد الان ممتيق سراسي العائلة الصغيرة هي الصراحة هي الحب ديال حياتي صراحة يعني ما نكذبش عليكم ضريفين ضريفين وما يعني اللي كنقول انا وما السبب السعادة ديالي مني كنشوفهم مناشتين فرحانين كنكون فرحان مندي اخوتاتي اخوتي كالحمق عليهم عندي كذلك اختي في الرباطة كنموت عليها هذا هو ما الحب بالحياة ديالي صراحة العائلة ديالي وما كل شي بزاف بزاف يعني العائلة الحمدولله فخورين بيا من النهار الأول حيات عارفين الكاركتير ديالي عارفين شخصيتي ديالي عارفين بلاينا انا وخلنبليكم شوية طناز هذه راسون سيب وراء ضريف والله يتضريف قصر بالله يتضريف مهم وخلنبليكم بعض المرة تكون قاصحوا مهم خرجت على السؤال أفخورين بيا تضارب كثيرا تشيلي كين مالين تضرب صراحة نكون معاكم صراحة يعني كبرت معاهم بتوما بحلق خوتي ونعترف حيات ما كان عارفش نكتب ما كان عارفش هذه ضحكوا عليها في الأول ضحكوا عليها الدرارة ماشي كلهم بعض منهم ضحكوا يعني ما كانواش فاخورين بدك شلي كندير من بعد مني كيهضروا معاهم عائلاتهم كيهضروا معاهم صحابهم كيسولوهم لجمال ألفا وشبالصح وضحوم يعني بدأت شوية تبدل المعاملة يعني ما نكونش منافق يعني بدأت تبدل المعاملة ولا تترجع يعني كيف كانت في الأول المهم دابا أمور بي خير بي خير يعني أصلا أنا ما تبدلتش اليوم كيف ما كان النهار اللول كيف ما دابا بقين خوتي الهواية ديالي هو الانمي أول حاجة المشاهدات المصارعة كنحمق عليهم كنت ستعليهم المصارعة تمتيل بايبي بلا ما تقش حمقني يعني عارفهم سيناريوه مهم تنتفرج في كورا كنحمق على كورا كنحمق على شي حاجات مثال كورا كنحمق على شي حاجات مثال بارسا كنحمق على شي حاجات مثال كنحمق على شي حاجات مثال القناة بدأت تقريبا في شهر 6 نقول في الأخر ديالو تقريبا في شهر 6 شهر 7 2016 كان الحلم ديالي انه من بعد عام نوصل إلى 5000 أبوني يعني دوس تصور عام وصلت كتر من 200 ألف أبوني يعني البداية كانت عادية يعني أي واحد ديت فيديوهات كنت دير كنت دعوني بالتصوير وصلت إلى 300 ألف أبوني كثير من 300 ألف أبوني كنت نصورها بسامسون جدا وصلت على مكانية كنت دعوني في أحد بسامس مئة كنت دعوني فيديوهات كنت اصدقاء بصعبت كتير كانت البداية صعبة والحمد لله هذا الأمر لا تعرف وكما ترى أنه كان اختلاف كبير ولا كانت فيديوهات يمكنك الحلوف وكما تعرفني أنه مهم وكانت مهم والفيديو هذا الأمر كان اختلاف والحمد لله أصحابي أو أفراد من العائلة تصور أن تخرج في الشارع تجد الناس الذين يتغمزون لك يتحكون لك أصحابك يدرم مورا دارك يقلل ميدار ما كانوا يردون أنهم يتفرجوا فيها جوج الناس الذين كانوا معي الأب والأم هم الذين يدعموني لأنهم يدعموني وقالوا نحن ندعموك سير الله يسال عليك صعوبة الخراع أنه اليوتيب المغربي أو الجمهور المغربي ما يرحمش يعني إلا بغيت توصل في اليوتيب في المغرب ما تبدلت لعبة ستجد جمال ألفا ونفسه جمال ألفا ديال النهار الأول نتحدك تشوف فيديوهات القدام ستجد جمال السلام فاميلا جمال ألفا ستجد فيديوهات جدا وكذلك الناس الذين يعرفوني يعني أعرفين جمال لا يوجد شيء اختلاف كبير أنا كنت أشعر براصي مختلف لأنني أقول لك واحد القادية إلا أحسيت براصي أنني أنا تبدلت أو لا مثلا إلا أحسيت براصي أنني وصلت سأقف سأقف لا أحسيت براصي كيف بقيت في الأول كيف مدابة بشي الله نوصل إلى شيء محسن وتمنى وخير إن شاء الله مواضع ديال كل حلقية صراحة ما كان قدرش كل نهار عندي تحدي أنا عندي قريبا ثلاثة وخمتين سلسلة في القناة يعني شيء صعيب كتشوف الناس يعني ما يريد ناس يكتبونك في التعالي جمال ألفا هضرنا على هذا الموضوع جمال ألفا جمال ألفا كتشوف الأغلبية كتشوف تقوم بعمل فيديو لا يوجد شيء سر الصراحة الفضل كامل هو لفامي لفامي جمال ألفا هذك هما السبب يعني مني كان فكر بداية ديالي يعني بقي عاقل أنني بديت تقريبا زيرو أبوني والناس باش عارفوك عارفوك بسبب الناس اللي كي يدعموك يعني مني غادي هضر معك شي واحد وغادي يحتاجك لأشياء مستحيل أنك تخوي به وغادي يتبعوه وغادي يتبعوه يعني يعني فاميلتي فاميلتي معمرني أن أعتبرتهم فاميلة يعني كان أعتبرهم فاميلة أخوتي وخوتاتي هذوك أسباب تصليعة تصليعة وقيلة شي واحدة استحرات لي وعندما عدلت لي التوكل المهمة هاي تصليعة ومشتوها فاضحة جمال ألفا تصليعة هاي شتوها تصليعة كنت في صغري كنت شارك في مياراجان أبدأ الحلقة كنت تحديش لدي جوائز وقع أن كنت صبغة شعرك كنت تصليع كنت ترطيبك كنت تحديث كنت تقوم بأثير كنت تحديث كنت تتعلم لمن ثم كنت تتحديث يوميا ثم تحديث كنت تحديث والذي تبقص الأرباح سوف تقولوا جمال أو تاني سوف يجاوب نفس الأجوبة دائما الأرباح ممنوع علينا أن نحن نشرها علاش غير باش نوضح النقطة هذي تقول لك على وض الضرائب مهم الأرباح دائما الحمد والله يعني منك تشوف واحد القناة لا نقول لكم بحل اللي قالوا يوتوبر اخرين را ما كتفوت 1500 درام سوف تنزع لكم سوف نضع فيديو وديمة لنسبة لمشاهدة راكين الحمد والله يعني راكين أرباح غير الأرباح دائما بالصح تكون من شركة تدري الإشهار نعطيكم مثلا واحد عنده تقريبا 500 ألف أبوني تأتي شركة تقريبا تتعرض عليها تقريبا 300 دولار 300 دولار يعني 3000 درام تصور معي أن تدريت قريبا تجدت الفيديوهات أو لا توجد فيديوهات عندك في الشهر سوف تنزع للموظة يعني تجد فيديوهات في الشهر يعني هذا يمكنك تضرب معهم طرف الخبز ونزيدكم واحد القادية يعني ليس غير تقول راكي يوتيوبر سوف يصور فلوس سوف نحبس قرائته سوف نتلحل اليوتيوب سوف نقول لكم واحد نقطة لليوتيوبر سوف تقريبا تسعيرا 1000 مشاهدة في المغرب سوف تساوي جوش دراهم اخي اصدامكم هذا الخبير عندما تدخلوا انظروا الاناليتيك في اليوتيوب ما هي تسعيرا دراهم سوف تقريبا سوف تقريبا 10 دقائق فيديوهات لكي اصدامهم لكي اصدامهم لكي اصدامهم الصراحة كان احساس جيد يعني كي وصلت كي ترى الفرحة يعني واحد احساس الفقر بعينين والديك اخوتي الصغار فرحانين وبالأخص كي تشدكت وصلت لقلوب الناس وكانت وصلت تقريبا 250 ألف أبوني وصراحة كانت دعم كانت دعم كذلك من عند فريق اليوتيوب بقى عاقل كانت دعم واحدة سيدة اسمتها مروة تونسية كانت عندي تقريبا 90 ألف أبوني وتصدمت اليوتيوب كعيط لي ومن ثم كانت دعم بعد ذلك كانت دعم عند الأستاذة حنان تحيتي لي تقريبا تقريبا يعني انا لك غياغ سوف نكون في التلفاز الفرق ما بين اليوتيوب والتلفازة هو ان اليوتيوب لا يوجد قوية تقريبا لا تقريبا لا تقريبا 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 انا مني كان اعطي رأي ديالي كان اعطيه عادي ولد الشعب كان اعطيه براسي ولد الشعب ولد الشعب ومشي 800 ألف 900 ألف العداوات وصلوني اتصالات رسائل من عند فنانة لا تقريبا لا تقريبا لا تقريبا لا تقريبا اليوتيوبر المتبعنا في المغرب لا تقريبا ولكن الناس يضربوا تمارا وخدمات كان صديق بطبيعة الحال كان خالد كان مهدي بغطاط كان سوفيان البركة كان محمد ناصيب كان محمد ناصيب كان سوفيان شو واحدة هاربلية شو واحدة هاربلية مهم ميساحة قناة ميساحة كانت تعجبني خدمة ومواضيع وكان مزاف دياليوتيوبر كان اعتبرهم مليمياء وتبارك الله عليكم المهم أريد أن نوضح واحدة نقطة هي زوونة صراحة واحدة نهار مرحبا بكم في أحسن قناة مغربية في العالم مرحبا بكم في العالم ومن ثم أحسن قناة مغربية وشرف كبير لي غير هي هذه النقطة لا أستطيع أن أقول أحسن قناة مغربية وحاشا لله نحترم قناة كبيرة وقناة زوانة في المغرب يعني أحسن قناة مغربية ثاني حاجة قناة عائلية تحياتي نساء الحوامل وصحاب السيونس ماط والناس بالفعل قناة عائلية وحاشا وفي قناة شبابية نناول مواضيع شبابية نظروا على واقعي ووقعهم في المغرب وعيني ناشطين وقناة شرف كبير لأنكم ستعتبروني أحسن قناة مغربية وعيني يدمعوا ويقوموا لهم ويقوموا بشكل ترامل ويقوموا بردد أن تتفرجوا فيها ويقوموا بأخير وكانت أزور لأنني أكثر كنت أضحك ويقوموا بردد لقاطات ويقوموا بردد لحسن وكان حشم يعني هاد شلي ولا خالقية شوية دي الضغوطة اه كان بغيكم كاملين كان بغيكم كاملين صراحة وكان تمنى انكم تصبروا معايا صراحة حين شو ما سبابي باش وصلت لهذا الرقم ووصلت لهذا يعني اسم جمال الفا باش ولا معروف يعني واحد ولد درويش ولد باب الله كم تيقولو ولا عنده واحد لا اسم يعني في الساحة دي الاعلام المغربي اه شكرا لكم بزاف سوف يسعلينا المهم الاخوان كان معاكم جمال الفا بايبي ما تنسوش تتبعوني ردي تعجبكم قناة احسن قناة مغربية في العالم وما تنسوش كذلك تتبعوا قناة اشواقع كنشكرهم بزاف عاستضافة ديالي كنشرف كبير لي شكرا لهم بزاف اه المهم ما تنسوش ديروا لايك الفيديو بارتاجي وفيديو مع اصدقائي ديالكم ديروا الشركة على القناة نتلقى في فيديو اخوان شاء الله تالاو اشتركوا في القناة